للنادل الاهلي طبعا عودة اللعيب المصابة علي لطفي وعمر السلاي واحمد فتحي ورامي الربيع ان شاء الله يكونون موجودين على حسب ما يحتاج منهم المدير الفني مستر رني فايلر ياسر إبراهيم بيتم تأهيله أيضا رمضان صرح الإصابة الأخيرة اللي لاحقت به اللي يغيب عن النادل الاهلي تقريبا لمدة 6 أسابيع أيضا بيأهل وعلى مهله أكيد عشان أي إصابة عضلية بتكون موجودة في جسد لاعب كرة القدم نحتاج أنه هو يؤهل بشكل طبيعي جدا ويكون على مهله وما يستعجلش أبدا علشان زي ما حضركم عارفين التوابع اللي بيكون موجودة في أي استعجال خاص بإصابة عضلية في جسد لاعب كرة القدم ممكن تأدي إلى توابع مش حبنا ومش عايزنا نصبر 6 أسابيع أحسن من نصبر شهرين 3 بسبب مزء لقدر الله في أي جزء من أجزاء العضلية اللي موجودة في لاعب كرة القدم نروح للأخبار وأول خبر هو الأخبار اللي أكد عليها شريف شعبان وأن أحمد فتحي جاهز لمواجهة الاتحاد السكندري كابتن سرب حفيز مدير كرة الفريق الأول بالناد الأهلي قال أن أحمد فتحي جاهز لمباراة الاتحاد والمقرر لها إن شاء الله يوم الاثنين في الجولة العشرة من منافسات الدورية الممتازة ما حضركم عارفين أحمد فتحي كان تعرض لإصابة في الركبة بعد مباراة حرس الحدود الأخيرة وبسببها غاب عن مباراة الإسماعيل عمرو السلائي أيضا بيتعافى من نزلة البرد ويعود للفريق أمام الاتحاد طبعا قرر الجهاز الفني أنه بعد ما تعافى عمرو السلائي من نزلة البرد أنه يكون موجود مع الفريق في تدريباته ويستعد معهم لمباراة نادي الاتحاد اللي يكون يوم الاثنين إن شاء الله جهاز الفني قال أن السلائي يكون متواجد من ضمن الحسابات الفنية لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة بعد ما تحسنت حالته بنسبة كبيرة جدا على فكرة دور البرد كان معادي على كل الناس كابتن حسام عشور أيضا تعرض لنزلة البرد قبل عمرو السلائي لكن ربنا يعني يحفظ كل العيبة الأهلي من أي إصابات سواء نزلة البرد أو لقدر الله أي إصابة عضلية أو لقدر الله أي إصابة من إصابات الملعب عبدالحفيز ربيعة جاهز لمواجهة الاتحاد كابتن سيد مدير الكرة بننادي الأهلي قال أن رامي خلاص جاهز وكمان علشان يكون متواجد تحت تصرف الجهاز الفني لمباراة الاتحاد السكندري إن شاء الله اللي سيكون يوم الاثنين كابتن سيد قال أن حالة رامي تحسنت بشكل كبير وأصبح جاهز لمباراة الاتحاد وبيؤكد قدرة اللاعب على المشاركة والتواجد في الحسابات الفنية للمباراة وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة مستر ريني فيلر رامي طبعا غاب عن مباراة الإسماعيلي متأثر بألام بالعضلة الخلفية قبل ما يعلن الكابتن سيد جاهزيته لللاعب بعد تعافيه من الإصابة الأهلي طبعا زي ما حضركم عارفين قبل ما نختم معاكم فقرة الأخبار أهلي عنده 21 نقطة في الصدارة 7 عفوز متتالي بسم الله من شاء الله بيدور على الفوز الثامن أمام نادي الاتحاد السكندري ما ننساش أن الأهلي عنده ريكورد قوي جدا وهو عدم تعادله في أي مباراة وأيضا كمان عدم خسارته في أي مباراة كل التوفيق للنادي الأهلي نروح لفاصل علشان بعدها نسأل أستاذ إبراهيم داود خليكم معنا ولكن بعد الفاصل